بسم الله الرحمن الرحيم مع كنز عظيم جدا جدا من كنوز السنة لا أعلم أكتب الناس أكثر الناس التي ستسمع الدرس الآن ستقاتل من أجل تنفيذ ما سأقوله في الحديث من أزم السواب الذي سأقوله الآن روى بن حبان في صحيحه من حديث أبي الأحواص والإمام المستغفري في كتابه فضائل القرآن والإمام الثعلبي من كبار علماء التابعين في كتابه الكشف والبيان الحديث له طريقان فهو حديث إن شاء الله حديث حسن صحيح طريق الأول صحاحب بن حبان من حديث أبي الأحواص والحديث الثاني عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رضا الله عنه عن السيدة عائشة عروة بن الزبير ابن أخت السيدة عائشة السيدة عائشة بخالة عروة بن الزبير سيدة الزبير ابن العوام زوج أسماء ابن أبي بكر أخت السيدة عائشة فعروة ابن الزبير رادى عنه أخو عبدالله ابن الزبير هو روي الحديث فروي الحديث ابن عبدالله هشام ابن عروة ابن الزبير عن عائشة رادى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة البقرة وقال عمران إيمانا واحتسابا جعل الله له يوم القيامة جناحين في رواية منظومين وفي رواية تانية مدرجين بالضر والياقوط يطيروا بهما يطيروا بهما وسكت في رواية تانية يطيروا بهما على الصراط أسرع من البرق بمعنى اللي بيقرأ سورة البقرة بسورة آن عمران إيمانا واحتسابا يعني مؤمن إيمان صحيح بالتوحيد الصحيح بالربي صلى الله عليه وسلم الإيمان الصحيح واحتسابا مصدق بالصباب اللي موجود في الحديث بيحتسب الأجر وهو بيعمل الحديث وهو بيعمل الحديث ربنا حيجعله يوم القيامة جناحين منظومين أو مدرجين بالضر والياقوط يطيروا بهما على الصراط اللي هو أدق من الشعر واحد من السيف حيضرب على متن جهنم بطولها وطول الصراط كما قالوا علماء الصحابة فسيرة خمستاشر ألف سنة هتطير على الصراط هتتعدي على الصراط بسرعة أسرعة من سرعة البر ففي الفضل العظيم فكتير من الناس بيقرأ طبعا الحديث دي يقويها حديث سنية كتير أو تقبل كده أنا قلت الحضراتكم قبل كده اللي بيقرأ صوت البقرة كل ليلة بابرنا صفحة تعالى بيتوجه بتاج عظيم في الجنة الجوهرة فيه تطمس نور الشمس جوهرة واحدة فيه أفضل من الدنيا ما فيها تطمس نور الشمس واللي يقرأ البقرة وقال له عمران في ليلة الجمعة دي في الرواية وفي رواية تانية لكل الليلة بابرنا صفحة تعالى بيجعله نور يوم القيامة يجعله نور كما بين في رواية كما بين سبع سماء وسبع أرض وفي رواية كما بين عجيبة وعروبة ورماء قالوا عروبة العرش وعجيبة بعض رماء قالوا عجيبة سبع أرض وعروبة سمع سبع والعظم قال ما بين سبع أرض والعرش لما ربنا يديك نور من سبع أرض سبع سماء يبدأ بش دايه اول حديث ويصححه اكيد. انه يكون معك نور عظيم على الصراط تعدي به زي البر. فكتير من الناس بيقرأ البقرة كل الليلة. تبركم بها لان فيها صحاب عظيم. لا ايه يا اولا كمان سورة الامراه. خاصة ليلة الجمعة. خاصة ليلة الجمعة. للفضاء العظيم اللي اوتاد دلوقتي. نور عظيم من سبع ارض السمع السمع. تجع عظيم في الجنة. وجناحين مدرجين او منظومين بالضر واليقوت تمروا بهم على الصراط كالبرقة. العصر عامل بركة كمان. اه. بسهلي فيش انسان العائل يقدر انه يعمل يعني يتنفس الكلام ده ومينفزوش. فياليت. اه كل يسمعني دلوقتي. خاصة الناس اللي موازم على قراءة صوت البقرة كل ليلة. اللي بيخليك تقرأ البقرة كل ليلة يرى معك اهل عمران. هما دول الزهروين. مرتبطين ببعض الاثنين. الزهروين. ففضل اهل عمران مع البقرة افضل بكتير من البقرة الوحدة. يبقى انت بتقرأ البقرة يرى مع اهل عمران. ايمانا واحتسابا. انه رب العامل سبحانه تعالى يعني 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 يشرفك رب العامل سبحانه بجناحين. من الدور واليقوت. ودراجين من الدور واليقوت. تطيروا بهم اسرع من البرك على الصراط. وده معنى الوصول ان تكون من السابقين للجنة. من اسبق السابقين للجنة. وصولنا الى الفردوس الاعلى من الجنة. فياليت. كل يسمعني دلوقتي. تقيم هذه السنة العظيمة. السنة العظيمة. لنفض الله عظيم جدا. بس. وياليت ما تنسوش. ادعوه لي. يعني امودة القناة. هتتصل الى ملايين الناس. اااا في الريد تنشرHH هذا الدرس. وانا حتねぇكو للقناة. اكره كках. ايه اه بالروايات. هي ده في الوصف. اخواه اذايت هو الشوق. اقولوا قول ايهاестно. استخدрав الله يلا.